مع القرآن ترتيل وذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما أكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين خال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نديع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء يخوة يوسف فدقلوا عليه فاعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأقلكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنذنين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تخربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أقانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أقيه من قول فالله قير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أقانا ونزداد كيل بعير ذلك كين يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدقلوا من باب واحد ودقلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دقلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لزو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دقلوا على يوسف آوى إليه أقا قال إني أنا أخوك فلا تبتئث بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل الثقاية في رحل أقيه ثم أذن مؤذن أيتها العير أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمر بعير وأن به ذعيم صدق الله العظيم مع القرآن ترتيل وذكرى ترجمة نانسي قنقر